هتكلم الأول على فكرة مباراة الخمة والدوافع اللي النهاردة هتكلم عليها الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين ومع الجهاز الفني وان ازاي هزي المباراة فرصة طيبة مش في قصة ان احنا بنقدم بطولة جديدة لجمهور النادي الاهلي او نفوذ على ازا مالك في مباراة الكلاسيكو او مباراة الديربي لكن تا السوبر سبق لك فوست بيه قبل كده عشر مرات او حداشر مرة الفكرة مش في عدد الالقاب بالفكرة ان الكابتن الخطيب عايز يوصل رسالة للعيبة ان المرحلة الجاية مرحلة محتاجة تكاتف مرحلة محتاجة ثقة مرحلة محتاجة حماس مرحلة محتاجة ان انت طول ما انت لابس تشيرت النادي الاهلي وبتدافع عن الوان القميص الاحمر القلعة الحمراء النادي الاهلي لازم تلعب بروح البطل لازم تلعب وانت عندك عزيمة واسرار وتحدي انك تفوز لازم تلعب عشان تحقق طموحات جماهير النادي الاهلي وفكرة انك تحقق طموحات جمهير النادي الاهلي دي حاجة لها معنى كبير جدا انك موجود في مؤسسة او موجود في منظومة وكيان داما بيزعى ان هو يكون رقم واحد بقصص ومبادئ وقيم وروح وعزيمة جوه الملعب دايما النادي الاهلي ما بلعبش غير على المركز الاول النادي الاهلي عبر تاريخه من خلال مباريات كتيرة جدا مهم جدا وانت بتلعب في التسعين ديئة بتلعب بروح كبيرة عندك حماس كبير عايز تحقق الهدف اللي الجمهور بيتمناه منك زي ما الجمهور بيدعمك على مدار الموسم ويفضل في ظهرك وموجود على طول وراك في اي مكان دورك انت كمان ان انت موجود في المعلب عشان تحقق وتسعد جمهور النادي الاهلي في كل المباريات مباريات القمة يمكن مش هتكلم على ذقريات او هنتكلم عن كواليس او ارقام الناس كلها عرف الارقام الناس كلها عرف الكواليس الناس كلها عرف التاريخ لكن الفكرة في حد ذاتها أنك بتستعد الموسم جديد محتاج تدخل بدوافع جديدة وفكرة خلق الدوافع مش سهلة فكرة خلق الدوافع داخل النادي الآلي تحديدا النادي الآلي ليه مدرسة معينة فيها وعلى مدار التاريخ سواء من كابتن محمود الخطيب أو حتى من اللاعبين عبر الأجهزة الفنية دائما النادي الآلي في هذه الجزئية ليه مدرسة معينة أنه دائما بيحس بقيمة المباراة وبيضي المباراة قيمتها وأهميتها أيا كان المنافس وعارف جمهوره محتاج إيه وعارف إزاي يسعد جمهوره في المرحلة اللي إحنا فيها دي فبالتأكيد مباراة زي مباراة القيمة يوم الجمعة مباراة ضمن مباراة موسم طويلة هيكون فيه مشوار طويل جدا وبطولة بكاس سوبر زي أي بطولات سابقة لكن هذه المباراة تحديدا وهذه البطولة تحديدا لا خصوصية في التعامل ولا خصوصية في التجهيز ولا خصوصية في أنك تفوز بيها عشان تبقى دفع معنوية لموسم طويل جدا وشاق هنتكلم عليه في السياق حديثنا والمتعلق بمباراة الدور والانطلاق مباراة الدوري بعد مباراة السوبر بساعات قليلة جدا